النوح دلوقتي مع حضراتكم في جولة في المحافظات ومعنا النهاردة أخبار من محافظات كثيرة زي المنوفية واللي تم فيها مد شبكات الصرف الصحي إلى 12 قرية ضمن حياة كريمة وكمان في الدقاهلية تم النزول بتنسيق القبول بالتنوي العام إلى مجموع 240 درجة وفي الدوميات تم انطلاق مبادرة للرسم على الرمل في مصر يفراس البر أخبار تانية كثير من المحافظات هنتبعها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي محافظات مصر شهدت مبارح أخبار وأحداث كثيرة البداية من دومياط اللي نظامت فيها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة راس البر مبادرة للرسم على الرمال شارك فيها أطفال فريق الرسم بمكتبة مصر العامة وذوي الهمم في المنوفية أكد علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بالمحافظة إن الشركات العاملة في مشروعات حياة كريمة نجحت في مد وتدعيم شبكات انحضار الصرف الصحي في 12 قرية بمركز أشمون المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية تغيير إنشاء خطوط الطرد ومحطات الرفع والتوسعات في محطات معالجة المياه في بورسعيد تم تنفيذ أكبر خطة لتطوير ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة خلال الفترة اللي فاتت وبلغت حوالي 70 كيلو متر باعتمادات مالية تخطط 100 مليون جنيه في الدأهلية قرر المحافظة دكتور أيمن مختار النزول بتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام 2022-2023 لمتين واربعين درجة بدلاً من 244 درجة وده تحقيقاً لصالح الطلاب النجحين بالمرحلة الإعدادية وتخفيفاً عن أولياء الأمور في الفيوم ناقش المحافظة الدكتور أحمد الأنصاري أليات وضع دراسة مرورية متكملة على أسس منهجية وعلمية لمدينة الفيوم وده علشان فك تكدسات السيارات والاختناقات المرورية وتيسير حركة المواطنين بالميادين والشوارع الرئيسية في الشرقية أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أنه تم الاتفاق على مد واصلات مياه الشرب لـ 500 أسرة من الأسر الفقيرة بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز مدينة الحسينية بالمجان وده وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها من أجل وصول الدعم لمستحقي وتوفير حياة كريمة لهم في مطروح أكد المحافظ اللواء خالد شعيب أنه بالتنسيق مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة تم الاتفاق على تقديم الخدمة الطبية للجميع وبأسعار مخفضة والأمانة الطبية المتخصصة وفقت على تحديد قيمة الكشف الطبي بخمسة جنيه فقط بمستشفى براني المركزي ده غير إجراء التحليل والأشعات بأجور رمزية في الجيزة أكد المحافظ اللواء أحمد راشد أن مشروعات مبادرة حياة كريمة الجاري تنفذها داخل 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح بتتضمن إنشاء عدد من نواقف السيرفيس والنقل الجماعي لتوفير سبل الراحة وتيسير حركة المواطنين في مطروح أصدر المحافظ اللواء خالد شعيب قرار بتشكيل لجنة بكل مجلس مدينة لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتيسيرات الجديدة المقدمة من الوزارة في سهاج أصدر المحافظ اللواء طارق الفقي قرار بيتضمن ترئية 6720 معلم وأخصائي للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم وده بالنسبة للمعلمين اللي استوفوا الاشتراطات اللازمة للترقي وكمان الاشتراطات المقررة للوظائف الأعلى اللي هيدرأوا ليها